عندما كان السيد العبادي في واشنطن كان هناك حديث عن حاجة لسلاح وهناك من قال إن واشنطن اشترطت ضد الحجد الشعبي من ضمن الشروط لكن اليوم السيد العبادي يقول إن الحجد الشعبي له غطاء قانوني وتنفيذي هل مثل هذا التصريح ممكن أن يؤخر شحنة طائرات الـ F-16 التي وعدت بها واشنطن العبادي؟ وارد جدا هناك بعض الخلافات لكن أنا أريد أن أعلق على ما قاله السيد الشيخ لي ولو يسمح لي أختلف معه أنا في هذا الموضوع القوى الكردية حصلت على أسلحة بشكل مباشر من الحكومة الأمريكية وفي أكثر من مرة منذ حوالي تسعة شهور والأكراد يحصلوا على أسلحة وجسر جوي تم بناءه بعد سقوط الأنبارو شمال العراق أجزاء من شمال العراق واستيلاء داعش على مناطق كثيرة بعد ذلك قامت الولايات المتحدة بإعطاء أسلحة وكمية ضخمة إلى الأكراد وبعض هذه الأسلحة استولت عليها كذلك داعش مرة أخرى في معارك سبتمبر وأكتوبر الماضيين وبالتالي موضوع التسليح على الولايات المتحدة أغضبت حكومة مغداد عندما قامت بتسليح الأكراد لكن هي سلحت الأكراد في أكثر من مرة وبشكل مباشر فأنا أعتقد أن هناك تقارير أريعت حتى تم تسريبها في الولايات المتحدة وانتقدتها الحكومة أسمح لي ولم تسلح بغداد كما يريد العبادية حتى الآن ينتظر طائرة الف 16 التي لم تصل أبدا لا شك هناك نقاط خلاف وأعتقد أن موضوعين في مشكلة فيهم هناك اعتقاد وهناك إثبتات من قبل الأجرزة الأمنية الأمريكية في أن حالة تنصت على الأجرزة أو القيادة السياسية في العراق أنها تأتي أو تحصل على تعليمات أو تأتيها تعليمات من طهران والموضوع الثاني أن الميليشيات الحجد الشعبي تحصل أو تقاد عسكريا من قبل طهران وهذه الموضوعين لازالوا مشكلة عالقة بين الولايات المتحدة وحكومة العبادية خلال زيارته الأخير لواشنطن تم إثارة هذه الأمور وهذا الموضوع ونحن نعرف أنه حتى لو كان هو لديه طموح بالاستقلال عن القرار الإيراني لكن الوزارة التي شكلها فيها نفوذ إيراني كبير العديد من الموجودين فيها وعلى الأقل رئيس الوزراء السابق المالك لا زال موجود في هذه الوزارة لا زال يلعب دور كبير ونسقه بشكل يومي مع طهران كل هذه الأمور عالقة سيد خالد لأن الوقت انتهت قريبا أريد أن أسألك عن تهديد مقتدى الصدر برفع التجميد على الجناح العسكري المخصص بالجانب الأمريكي معلوم بأن الوقف العنف ضد الولايات المتحدة الأمريكية أو ما جرى في العراق بين 2006 و2008 كان جزء منه تجميد هذا الجناح وما أدى إلى وقف الحرب الطائفية وما كان يتعرض له الأمريكيون في العراق مثل هكذا تهديد إلى أي مدى يؤثر على المشرع الأمريكي؟ لا يؤثر نهائيا الولايات المتحدة تعتقد أن مقتدى الصدر مهمش على الأقل سياسيا وعسكريا لا يشكل خطر على الولايات المتحدة لأنه ليس هناك قوة أمريكية الوجود الأمريكي سواء العسكري أو الاستشاري محشور في المنطقة الخضراء في السفار الأمريكي وطبعا في قواعد بعيدة عن التناول أو عن الحصول عليها أو الوصول إليها من قبل مقتدى الصدر سواء كانت في منطقة الرمادي أو مناطق أخرى في شمال العراق تحت سيطرة الأكراد فلا أعرف أنا كيف سيصل إلى القوات الأمريكية ويعاقبها حسب ما يقول شكرا لك سيد خالد صفوري مستشار أشؤون السياسية لمركز الميريديان